نعم أحسن الله عليك يا حكاية الأين؟ بسم الله الرحمن الرحيم أولا قائمة المنقلات الزوجية من حيث الأصل مشروعة لأنها المهر العيني في فقه المصريين لأن المهر أولا أو الصداق ده فرض وهو من شروط صحة عقد الزواج قال الله تعالى وَآتوا النساء صادقاتهن نحلة يعني عطية لا يفسرت النساء وقال النبي محمد صلى الله عليه وآله لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل سيدي ومشاهدين ومتابعين الصداق قد يكون نقدا وقد يكون عينا وقد يكون منافع قد يعجل كله قد يؤجل كله قد ينصف المصريين استخدموا العرف الصحيح في إيه؟ غالبا يعني في أن المهر بيكون عيني أن الزوجة أو أهل الزوجة والزوج أو العريس وأهله يتعاونون في تأثيث منزل الزوجي طبعا هنا حضرتك الزوجة لا يتم الزفاف بها أو الدخول إلا إذا مالكت مهرا سواء كان نقدا أو عينا أو منافع فلجأ المصريون إلى كتابة قائمة عرفية أو محرر عرفي بيثبت ملكية الزوجة لما في مسكن الزوجية من أساس أو أجهزة أو منقلات لغاية هنا سليم العوار في إيه بقى؟ إما المغالاة على غير الحقيقة وده خطأ وإما أيضا التهوين يعني الظلم والأخطر أنه هو جعلوه بالنحة القانونية أنه لو حصل نزاع ما بين الزوج والزوجة الزوجة بتلجأ فورا إلى الشرطة إلى النيابة إلى المحكمة بتهمة التبديد وهي جريمة مخلة بالشرف ده هنا الخطر لأن حضرتك أولا قائمة المنقلات من التكيف الفقه الإسلامي هو عبارة عن ضمان حقوق لا أكثر ولا أقل لكن لا تأخذ صفة جريمة مخلة بالشرف أو كإيصال الأمانة وإيصال الأمانة في الأصل مخالف للشرع الإسلامي فحضرتك إحنا العرف المصري في قائمة المنقلات يتطفق مع المبادئ والمقاصد العامة للشريعة الإسلامية فهو جائز لكن فقط يعدل التكيف وأنا يمكن أبشر الإخوة بأن طبعا أولا قضاءنا المصري شامخ المحكمة الإدارية العليا انتهت إلى أن الزوج حتى لو بدد المنقلات الزوجية هو يعتبر حق مدني ضمان جريمة أسرية إنما لا يرقى إلى جريمة مخلة بالشرف يحبز بسببها ويعاقب جنح أو يعاقب إدارية فهي بس تعدل إنها لا تكون وسيلة ظلم للزوج إنه لو لا قدر الله يعني نسب إليه إنه بدد يبقى جريمة مخلة بالشرف هذا خطأ يبقى حصل خلاف كبير لقدر الله فتيجي الضغط عليه بأنها تخبي الحاجة و تقول هو بددها هو ألعب بقى وهو حتى كانوا زمن بيستخدموا أو إلى عهد قريب من باب المكائد للأسف فأنا بأحيي المحكمة الإدارية العليا إنها لم تجعل قائمة المنقلات في حال التبديد جريمة مخلة بالشرف طب صراحة يعني العدل 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 فالقائمة مشروعة و لا خلاف عليها في ناس تنادي بإلغاءها لا أنت حر إنسان يريد أن يتزوج و يدفع بس يفعل الشريعة لأن حضرتك للأسف في منطقتنا العربية مع كامل الاحترام الأصل إن الزوجة بتأخذ المهرة عطية لها ملك تتصرف في المهرة أي فيما شاءت تتصرف في الملاك لهذا لا يفعل بالنسبة في دول معينة عربية بيستولي عليها الأب بزعم إنه هو مقابل تربيتها و تعليمها و ده مصيبة و إحنا بن ربي بنردنا عشان ناخد في المصيبة عارف المصريين ما بتنتفعش ده من مدخراتها و مدخرات الأب بتأسس في منزل الزوجية هي لم تنتفع أصلا فأنا زي ما قلت لك المصريين بحسهم الوجداني أو الموضوع أو الواقع جعلوا وثيقة محرر عرفي ضمان حق الزوجة في ملكية هذه الأجهزة و المنقلات و الأساس لغاية هنا مشروعة فده الحل الوسط ما بين المفرطين و المغالين قائمة المنقلات مشروعة حق ضمان مدني لكن ليس في حال التبديد جريمة مخلة بالشرف ترجمة نانسي قنقر